في مؤشر إيجابي على تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط صعود الإيرادات للشهر التالي على التوالي وأن معدلات الأسعار الحالية تمكن من تحقيق أفضل الإيرادات المتاحة ما دفع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط للتفاؤل بمستقبل الاقتصاد الليبي هذا وبلغت صاف إيرادات شهر أكتوبر للعام 2021 من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبيترو كيمويات ملياراً وتسعمائة وسبعة ملايين وستمائة وستين ألف دولار علماً بأن هذه الإيرادات لا تتضمن الأتوات والضرائب بحسب المؤسسة فيما حققت مبيعات النفط الخام فقط شهر سبتمبر الماضي ملياراً وستمائة وسبعة وستين مليون وأربعمائة وستة ألاف دولار وفي ظل هذا التحصن الحاصل في الإيرادات وبلغها مستويات قياسية مدفوعة بتفرة الأسعار حول العالم وتعافي أسعار النفط في السوق العالمي تبقى الآمال في أن ينعكس ذلك على قيمة الدنار الليبي أمام العمولات الأجنبية وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن الليبي وتحسين وضعه المعيشي